النهاردة اليوم الرابع على احتجاجات اللي موجودة في الجامعة الامريكية طلاب الجامعة الامريكية لسه مستمرين في الاحتجاج اللي قاموا بي والنهاردة طلعوا بعض الطلبة على احد اسطح المباني وبدأ انه يرمي المنشورات اللي فيها مطالبهم وطبعا اهمها مقطعة الشركات اللي متعاقطة معاها الجامعة الامريكية واللي بتدعم الاحتلال بصورة كبيرة تعالوا نشوف الشباب النهاردة كانوا بيعملوا ايه ونرجع لكم تاني يعني الموضوع عمال بينتشر من المبارح كانت الاحتجاجات والاعتداءات اللي حصلت دي كانت في مقر الجامعة الامريكية في التحرير بوسط المدينة طبعا المبنى ده من مبنى الجامعة الامريكية في التجمع الخامس يعني مش بنقول انها حالة ومش بنقول ان هم مجموعة شباب شجعوا بعض لا ده حالة في وعي عند الشباب وعند الطلبة شايفين ان اللي بيحصل ده اسمه انتهاك لحقوقهم فبيعبروا عنها مطالبهم النهاردة اللي مسكنوا بارح اليافطات وحاولوا ان هم يقطعوها النهاردة منشورات عمالة بتوزع على الكل وغير الورق كمان يعني السوشيال ميديا كلها نشر فيديو الشاب اللي خرج وقف وتكلم وقال مطالب شباب الجامعة الامريكية او طلاب الجامعة الامريكية بمقاطعة الشركات اللي بتدعم الكيان الصهيوني هشام صبري بيقول يا ترى عارفين هشام صبري بيتكلم عن محمد عبيد محمد عبيد ده مدير امن الجامعة الامريكية بيقولك يا ترى عارفين ان محمد عبيد مدير امن الجامعة الامريكية ضابط امن دولة سابق اه ما نعرفش بس متوقع يعني وانه كان طول عمره مميز جدا لكن عادي البيئة الفزدة بتعمل اكتر من كده البيئة الفزدة بتعمل اكتر من كده ومن ناحية تانية لقينا حساب باسم فضيلة بيتكلم عن ان النهاردة وصلت تهديدات من ادارة الجامعة الامريكية للطلبة المحتجين الحساب بيقول طلقى صباح اليوم طلاب الجامعة الامريكية تهديدات من ادارة الجامعة وامنها في محاولة لقمع اصوتهم وتم منع دخول الخرجين والزوار للحرم للحفاظ على سلامتهم قرر الطلاب تأجيل المظاهرة ولكنهم رفضوا تكميم افواههم وظهروا اليوم حاملين شعارتهم لمواصلة الاحتجاج لليوم الخامس على التوالي اسفق قلت لكم الرابع هو اليوم الخامس على التوالي طبعا بقى احنا بنتكلم على تظاهرات الطلبة وبنتكلم على طلبة الجامعة الامريكية ولليوم الخامس محتجين وطبعا احتجاجهم ده بينضم لكل الجامعات الامريكية في عدد كبير من الدول اللي كلهم معترضين على سياسة وادارة الجامعة في دعم الكيان الصهيوني عن طريق التعاقد مع شركات بتدعم الكيان الصهيوني فاكرين في جامعة كولومبيا والحديث عن الدكتورة نعمة شفيق دكتورة نعمة شفيق اللي لما شافت ان فيه احتجاجات طلابية وشباب وقفين بينددوا وبيهتفوا بسقوط الاحتلال ودعم لفلسطين وغزة فما كانش فيه من الدكتورة نعمة شفيق مصرية الاصل امريكية الجنسية الا انها اتصلت بالشرطة وطلبتهم عشان يجوا يعني يعتقلوا او يحاولوا فض الاحتجاج بالقوة للشباب الامريكي ومن جنسيات مختلفة هم بس ما كانوش امريكان من جنسيات مختلفة الحقيقة النهاردة نعمة شفيق بتصدر انظار اخير للطلاب بفض اعتصام جامعة كولومبيا طبعا احنا من مبارح بس طبعا فرق التوقيت الشرطة كانت اكدت ان هي هتفض الاعتصام بالقوة وطبعا الاعداد عملت زيد كل شوية والاعداد عملت زيد فاجلوا فض الاعتصام ده لليوم تمانية صباحا بتوقيت نيويورك يعني الكلام ده من حوالي ساعة تقريبا وهنشوف دلوقتي طبعا كنا بنتكلم الاول في حوالي 100 طالب 130 طالب هما اللي بيهتفوا دلوقتي بقت اعداد قد تصل للالاف تصل للالاف وتحول اسم نعمة شفيق لايكونة ايكونة ضد دعم الاحتلال وتحولت السيده المصريه تلاصل امريكيه الجنسيه لانها بقت مهدده هي نفسها بقت مهدده وفيه مطالب كتيره جدا من الطلبة وبعض المسؤولين الامريكان بفصلها لان مفيش رئيسة جامعة تطلب شرطة للطلاب بتوعها مفيش رئيسة جامعة هي بقى ايه العقلية المصرية مسيطرة عليها برضو مفيش رئيسة جامعة تطلب فض اعتصام بالقوة فالنهارده كل المنشطات والصحف الامريكية بتطالب باقالة نعمة شفيق حقيقة يعني هي بينها وبالنفسها بتقول ايه خير ان تعمل شر ان تلقى من وجهة نظرها طبعا يعني الحقيقة انا هبعت الصورة دلوقتي شفتها هبعتها لزملائي يعرضوها النيويورك تايمس كمان بتقول ان المهلة اللي حددتها جامعة كولومبيا بنيويورك لفض مخيم الطلاب اللي بيحتاجوا على الحرب الاسرائيلية المستمرة على غزة منذ اكثر من ستة اشهر انقضت دون وجود علامات هم طيب انا كنت قلت لكم ان اخر حاجة ان ادوهم مهلة لغاية تمانية الصبح من حوالي ساعة تقريبا لكن دلوقتي اخر الاخبار ان الشرطة راحت وبقول لكم الاعداد وصلت لالاف تقريبا ودت انظار اخر انظار جديد لفض الاعتصام خلال تمانية واربعين ساعة تمانية واربعين ساعة تعالوا نشوف كده دكتورة نعمة وغيرها الحقيقة يعني طيب خلونا الاول نروح نشوف بعض المشاهد الاستعدادات اللي قامت بيها شرطة نيويورك عشان تفض اعتصام جامعات كولومبيا الشباب المتضامنين مع غزة وفلسطين موسيقى موسيقى امريكا بلد الحريات امريكا اللي بتدعم الرأي الاخر امريكا اللي هي امريكا اللي بتسمح بالتظاهرات طبعا اللي بتدعم الجنسية المثلية التظاهرات اللي ممكن تخرج ضد بايدن نفسه التظاهرات اللي ممكن اي حاجة اي حاجة بتدعمها وممنوع ممنوع ان شرطي مثلا يتعرض لتظاهرات او اي شيء ان في حرية لبلد الحرية لكن لمجرد ان في طلبه المستقبل بقره الوعي يكونوا مجتمعين على فكرة ان اللي بيتقوم بامريكا لدعم الاحتلال ده ما ينفعش شرطة بتجهيزاتها باستعداداتها تنطفض عشان تروح تفض الاعتصام بس ده الوضع باختصار ده الوضع باختصار عندهمش مشكله اتنين رجالة يتجاوزوا بعض بس عندهم جريمه لو انت روحت وقلت ان فلسطين ما ينفعش تفضل كده نوقف ضرب على اهالي غزه ده مش مقبول ابدا مش مقبول ادي النهارده اهو تفضلوا صحيفه اسمها نيويورك بوست اللي كتبه منشط اسمه يو هاف تو جو يو هاف تو جو وعندنا الصحفيه شرينا عرفه كتبه ملخص ما تم في الموضوع ارادت تقديم اوراق اعتمادها للوبي الصهيوني بقمع التظاهرات الداعمة لغزة في جامعتها كولومبيا فتوسع الاعتصام وانتقل الى 8 جامعات اخرى ثم اصبح الشرارة لاشتعال اكبر حركة طلابية في امريكا منذ حرب فتنام واليوم اللوبي الصهيوني والاعلام الامريكي الداعم له هو اول المطالبين بعزل نعمة شفيء بدعوة تسببها في ارتفاع موجة معدات السامية في امريكا وما يعلم جنود ربك الا هو نيويورك بوست بتقولك خلاص حطين صورة الدكتوره نعمة شفيء وبيقولك you have to go فيه كمان الدكتوره صمر جراح كتبت وقالت التويتر بتقول شايفين ماذا وضعوا على الجامعة كولومبيا تستسلم عنصرية وغباء لا يستوعبون النبيض وشؤر وكاثوليك كده بتروج لأفكارهم بصورة كبيرة بيقولك ايه مهلولة دخول العرب ما كانش حصل كده الحقيقة بس كانت الردود قاتلة يعني حساب شاول اسمه عشان ما يبقاش يعني بنعمله دعاية وانتشار يقولك ان اللي بيحصل في جامعة كولومبيا اللي خرجت اكتر عدد من العلماء اللي حاصلين على جائزة نوبل اللي بوازها كده هو دراسة العرب فيها وطبعا يعني ده كلام صهيوني مليون في المية كلام صهيوني جدا 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 لان اللي ساروا دول واللي بينددوا بالحرب واللي بيرفضوا ما يحدث الحقيقة لهم عرب ولهم فلسطينيين لكنهم ناس عندهم وعي بدأوا يشوفوا طبعا فيه عرب موجودين حواليهم واعداد العرب قليلة جدا على فكرة يعني اعداد العرب المشاركة فيه التظاهرات والاحتجاجات دي قليلة جدا بس قدروا يعرفوا الحقيقة وقدروا يسمعوا لغة اخرى غير اللغة اللي طول الوقت بيروج لها الصهينا معانا فيديو لعدد من النشطاء حول مختلف العالم وهما بيتضمنوا مع طلاب جامعة كولومبيا اشتركوا في القناة يعني الحقيقة طبعا اللي عملوه طلاب جامعة كولومبيا ده يعني ده حدث كبير جدا وهز الرأي العام الامريكي كله وخلى حتى اللي مش فاهم القضية او ما تعاطفش معاها لا يبدأ يفهم ويعرف ويتعاطف بصورة كبيرة جدا عايز اقول لكم طبعا ان عدد كبير من الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية قاموا بنفس الفعل وكلهم برضو قاموا بدور واحتجاجات كبيرة لرفض الحرب على غزة فكان فيش ما كانش فيه الا الشرطة الامريكية في ولاية تيكساس وغيرها من الولايات انها تروح وتتعامل بشكل عنيف مع الطلبة ده منذ تقريبا من وقت قليل جدا ده يعني اخر المستجداد دلوقتي اللي بيحصل في الولايات المتحدة الامريكية وتعاملهم مع الطلاب المحتجين والمطالبين بوقف الحرب على غزة وبيطالبوا جامعاتهم بعدم دعم الاحتلال تعالوا نشوف التعامل كان معهم شكله ايه ونرجع نكمل معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الخوف والرعب والفزع اللي ممكن يخلي الولايات المتحدة الامريكية بشرطتها باجهزتها بفض الشغب يروحوا يتعاملوا المعاملة العنيفة دي مع طلبة عزل وقفين بيهتفوا ضد نتنياهو يعني فعلا فعلا انا ما شفتش ان هم عملوا كده مع واحد بيهتف ضد بايدن خالص لكن لمجرد ان الهتاف ضد اسرائيل يحصل الشكل ده وهل بقى هل كده المظاهرات هتوقف هل كده خلاص الشباب هيقول لا احنا نخاف بقى فنوقف لا بالعكس الغباء والجهل بالشباب دول هيخلي موجة الاحتجاجات تزيد اكتر واكتر نعمة شفيق طلبت الشرطة لحوالي 100 شاب وبنت وقفين بيهتفوا ضد الكيان الصهيوني فجأة تحولت مخيم حطينها ومعتصمين ورفضين ان هم يفضوا الاحتجاج والشرطة بقت اصعب الموقف عليها بقت خايفة تتدخل معرفتش تتدخل وهم حوالي 131 النهاردة لما الاعداد بقت بالشكل ده طب هنديكو 48 ساعة تكونوا خلصتوا على امل بقى ان هم هيزهقوا لكن التعامل العنيف ده هيزود موجة الغضب يعني على الاقل في المجتمع الامريكي